الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياه لزيارة البيت الأبيض الثلاثاء المقبل وأعلن أنه سيكشف خطته المفترضة للسلام قبل هذا المواد مؤكدا أنها خطة رائعة ستنجح وتفاخر بقدرته على إتمام صفقة هي الأصعب على الإطلاق لكن كثيرا من الأمريكيين لهم رأي مختلف حيث إن قررت ترامب السابق المتعلقة باعتبار القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وتجميد المساعدة للأنروا وإطفاء الشرعية للمستوطنات شككت في نوايا نحو إبرام سلام حقيقي عادل وجعلت عددا كبيرا من المشرعين والسياسيين من غير الموالين للرئيس رافضين لما قد يعلنه وأكدوا في تشريع صدر عن مجلس النواب عدم الاعتراف بأي خطة لا تتضمن حل الدولتين كأساس للمفاوضات ترامب يزعم أنه يرغب في إنجاز صفقة السلام النهائية هذه الصفقة أبعد ما تكون الآن عن التحقيق والثقة في أمريكا كوسط النازيه انتهت بسبب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت من قبل الشقة الاقتصادي لما تسميه صفقة السلام ويقول ترامب إن حوافز كثيرة ستدفع الفلسطينيين للقبول بها وهذا ما تؤكد عليه أيضا إدارته في تصريحاتها المتكررة وقال لنا براين هوك أحد المعاونين لجاريد كوشنر مسؤول ملف السلام إن الإدارة كانت تتطلع لفرصة تعلن فيها الشقة السياسية من الصفقة كنا نترقب فرصة لإعلان الخطة في شقها السياسي الفلسطينيون رفضوا الجلوس معنا ولكن لا يزال لدينا أمل في قبولهم لها مصادر في البيت الأبيض قالت لنا إن الرئيس ترامب عازم على إعلان خطته بشكل أحادي حال عدم حضور وفض فلسطين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ تستهدف عزله سوف يجتمع هنا في البيت الأبيض مع وزير خارجية مايك بومبيو وأيضا مع جاريد كوشنر مسؤول ملف السلام من أجل وضع الرتوش النهائية لصفقة القرن المزعومة تمهيدا لإعلانها قبل وصول نتنياو خالد خيري ألغد واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر